سؤال حول إدخال الدش وفيه يعني فلاشة تضبط ما يبث خلاله ويكون القائم على البيت سيطر عليه يجوز ولا لا الجواب عن هذا لا حرج في إدخال الدش مادم تتسيطر على ما يعرض عليه من خلال الفلاشة ولا يرى من خلاله إلا الأشياء الآمنة والمفيدة كما ذكرت لا حرج في رؤية الأخبار أو برام شكرة القدم ويجتهد الرأي في غض الطرف عما يبث أثناءها من دعايات فاسدة ما استطاع لا حرج فيما يتخللها من فواصل موسيقية ما دمت لا تستمع إليها وليست هي المقصودة ابتداء بهذه المشاهدة في قرار المجمع فقاء الشريعة بأمريكا الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير ويتأكد هذا فيما كان مثيرا للغرائز وداعي إلى الفحش أو مفضل إلى الضرر ويستثنع من ذلك الدف في الأعراس ونحوه ثم أردف القرار فقال يرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرطونية النافعة بالنسبة للأطفال وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها ولا يصيخ إليها المشاهر بسمعه ولا يلقي لها بالا فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها مع التنبيه على حكم المعازف والتقليل منها ما أمكن اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين